انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجر غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا وإحياءا لهذه السنة النبوية وبث روح التراحم والتكافل بين المسلمين طيلة شهر رمضان المبارك بادر مجموعة من أبناء ولاية بخا لعمل مشروع لتوفير وجبغة الإفطار للصائمين في الولاية الحمد لله قمنا باجتماع قبل رمضان في أسبوع من ضمن الأهالي قبل تقريبا أربع أو خمس سنوات فكرة الخيمة وإن شاء الله الشباب ما قصروا أبدوا الرأي وأبدوا الفكرة زين وجمعوا التبرعات من كل مكان والحمد لله رب العالمي قمنا بتنصيب الخيمة وقمنا بإعداد لجنة اجتماعية من الشباب المنطقة وقاموا الشباب بالتنظيم توزعنا تقريبا إلى ستة ولا سبعة أفريقا الفريق مختص في المطاعم وفريق مختص بإعداد الخيمة وفريق مختص باللبن والتمر وهذه الأشياء المشروع يرسم صور المودة وتجسيد معالم الجسد المسلم الواحد فما أن تقترب الساعة من الخامسة والنصف مساء حتى يتوافت هؤلاء الشباب ليشمروا عن سواعدهم ويقومون بتجهيز الخيمة المعدة للإفطار ويباشرون بسكب الوجوات المعدة من قبل أحد المضاعم مرخصة والمراقبة في الأواني المخصصة للتوزيع فمنها ما يتم نقله وتوزيعه على أماكن الإفطار الأخرى والمساجد ومنها ما يجهز لإفطار الصائمين بذات المكان هي عمل خير كبير نسأل الله أن يتم وهذا العمل نسأل الله أن يتواصل لأنه جهدي كريم جدا ويشعرك باللحمة العمانية والكرم العماني تجاه كل الإخوة في هذا الموسم في هذا الشهر الكريم في أنه شهر رحم وتكافل حقيقة الحقيقة ما وجدنا هنا من أهل عمان من الجود بالخير ومن اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جوده وإكرامه لكل الناس في شهر رمضان وجدنا الحقيقة أمور طيبة جدا ترون أمامكم هذه الخيمة يجتمع فيها المسلم ويجتمع فيها الحمد لله الهندي والمصري والتونسي والسوداني نحضر هذه الخيمة بفضل الله سبحانه وتعالى وفيها من الخيرات وفيها من الطيبات الكثير وهذا صورة من صورة التآلف والتعاون الذي عهدناه دائما من أهل عمان ووجدناه دائما في أهل عمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا وأن يبارك في القائمين على أمر هذه الخيمة مشروع إفطار الصائمين أتى بجهود محلية وإشراف من قبل اللجنة الاجتماعية بالولاية وأتاح الفرصة لأهل الخير لاكتساب أجر إفطار الصائم في رمضان كما أنه أدخل الفرح والسرور في نفس الصائمين المنتفعين بالمشروع التكافل والتكاتف الاجتماعي له صور عديدة هنا في سلطنة عمان وما هذه الخيمة الرمضانية لإفطار الصائمين إلا صورة من تلك الصور الخيرية الجميلة للتكاتف والتكافل لأبناء عمان من ولاية بخا محافظة مسندم نجم بن عبدالله الشحي